والملائك حول الله مرضى المسلمين بندعو لوالدي وولدة الأستاذ إهاب درة والأخت هودا المصري والأخت سوهير المصري أستاذ ياسر الهواري والحجة خيرات والحجة سعاد عفر والدكتور سامر يوسف وبنتنا الغالية براءة والأستاذ إهاب الطهري وأمير الطهري وريهام منذور سعيد وأستاذ عبد الباصد عيد والحجة فوزية السيد عطلة والحجة سعيد شلضم وأم شعبان جمالي العزالي وأم أحمد عليش العزالي وكعب الخير علي رزق وعبد الفتح محمد موسى ونهاد عادل أبو العزم والطفل عبد الله عمر وعلي بكري علي ومدم حسناء والحجة هدي أحمد وولدة الأستاذ عصام حجاز وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم منذور الموتى المسلمين منذور والدتي الحجة سيدة متولي شهين والأستاذ طاري إسماعيل محمد والأستاذ وحيد عباس محمد والدكتور سيد أحمد غنيم والحجة حمودة والأستاذ رامي عوض الجمال والدة الأستاذ إهاب الطهري والأستاذ طاري إسماعيل محمد والحج وحيد عباس محمد وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن نرحمهم رحمة الوسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل كبورهم روضة مرياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفرة النيران اللهم أسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يضمؤون بعدها أبدا وأكمم لنا ولهم لذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضلاء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين طبعا عودة مرة أخرى إلى رحلة إلى الدار الآخرة وما زلنا في قصة المسيح الدجال اللي طبعا الموضوع كله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة وهنعمل حقيقة طبعا جايلي رسال كتير جدا جدا ومن ضمنها طلب ضعاء والله جماعة عشان بس ضيق الوقت إن شاء الله كلهم كما وعدت بندقلهم في الثلث الأخير من الليل والأسئلة الخاصة بالمسيح الدجال جاي أسئلة كتير جدا وجميلة جدا على فكرة يعني بشكر أصحابها إن شاء الله هنخصص بعد انتهاء حلقات الدجال اللي هي أظنها تنتهي النهاردة يا الحلقة اللي جاية هنعمل حلقة كاملة عن كل الأسئلة التي وردت في شأن المسيح الدجال دي حاجة الحاجة التانية إن شاء الله برضو هننشط مرة تانية حملة مقاطعة التبرج محتاجين إن شاء الله إن كل بنات المسلمين يجددوا البايع مع رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ونرجع مرة تانية فعلا خير أمات الأخرجة للناس لأن فعلا مقياس التحضر في أي بلد في الكون ده كله بيقاس بمدى الأخلاقيات الموجودة وبمدى التزام النساء بالذات في هذا المجتمع لأن فعلا كما قالوا الأم مدرسة إذا أعددتها أعداد تشعبا طيب الأعراقي الأم هي اللي بتربي الأم هي اللي بتعلم الأم هي اللي بتنمي الخير في نفوس أولادها والأب الله يكون فعونه في مطحنة الحياة طبعا عليه واجب كبير جدا في التربية لكن اللعب الأكبر فعلا يقينا على الأم ولو تركت في بيتك زوجة صالحة وأم صالحة فعلا ما تعتلش الهم الأم دي فعلا هتخرج جيل بفضل الله سبحانه وتعالى جيل يتشرف به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمام الأمم جميعا ربنا يبار فيك ورب العالمين فهنجدد الكلام عن حملة مقاطعة التبرج وأخيها بقى لأستاذ عصام حجازي ولأستاذ محمد المشدي إن شاء الله يا نشاطه معنا في الحملة دي حاجة الأخيرا إني بنقول قناة الناس ونقوله الأستاذ عالي سعد مبروك على استوديو جديد ودي أول حلقة فطفضة سجلها تاريخي يعني يعني أول حلقة فطفضة تسجل في الاستوديو الجديد هي الحلقة بتاعت النهاردة ربنا يجمعنا وإيكم على الخير وهنذكر بعض الأسماء في عجلة أني احنا أقسمنا لكم بالله ونحن سنذكر كل أسماء الأخوات اللي جديدوا الباعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسه حجاب الأخت السيدة حسن من الشرقية والأخت ابتسام الأخت هودة عبد الحليم من ميني الأمح أم رؤها هايدر كيلاني أسماء صلاح أم ألا وخليل ومحمد رضوة الأخت وعد من يبرود أو أبو يبرود حاجة زي كده البلد اسمها كده مش عارف يعني شايماء من السودان شايماء أم مازن وأسماء من سهاج ونريمان وإيمان حسن وأم محمد من بنها وكوفر وكريمة محمود وشايماء فاروق وابتسام من السعودية وأم جمانة وفاطمة كمال وأم شايماء جمال وأم يوسف من 6 أكتوبر ونورة من إنا وأم خلود وسناء وبنتها شروق وأم ندا وصحر أحمد ونجلاء وأم علي وأم يوسف والدكتور عبير وكفايا كده يعني ربني يا رب يثبته ونباري فيهم يا رب العالمين ومعايا يعني رسائل فعلا بالألاف موجودة عندي في البيت إن شاء الله يعني نحاول كده تباعا كده نذكر كل مرة ولو عشر أسماء أو عشر اسم حتى لا نطيل على حضراتكم في أجالة سريعة اللي ما حضرش وما شافش ولا حلقة من حلقات المسيح الدجال في أجالة سريعة في ديئتين ثلاثة الخاصة في الموضوع كده ببساطة شديدة المسيح الدجال ده أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يبث الله الأرض ومن عليها واللي قال كده ده حبيبنا يا أخي صلى عليه صلى الله عليه وقال وسلم فإحنا قلنا وكلمنا في الحلقات الماضية عرفنا مين هو المسيح الدجال وعرفنا وصفه وعرفنا من أين يخرج وقلنا قلنا طبعا يخرج من المكان من قبل المشرق وقلنا أن المسيح الدجال ده دجال من الدجاجلة وإلى أنه أبعى السلام أخبر أنه أكبر فتنة موجودة على وجه الأرض أو وجدت أو ستوجد يعني هو أكبر فتنة موجودة في الدنيا دي كلها واتكلمنا عن صور من فتنة الدجال قلنا أنه هيكون معاه جنة ونار فجنته نار وناره جنة فاللي يخش جنته يبقى دخل النار واللي يخش ناره يبقى دخل الجنة وقلنا سرعة انتقاره بين البلدان إنه هو بينتقل بين البلدان بسرعة أسرع من الريح ممكن تريد فجأة في الصين في لحظة ليه في مصر في لحظة ليه في فرنسا وهكذا يعني في عجالة سريعة جدا الحاجة التالتة استجابة السماء والأرض بأمري فيأمر السماء فتمطر بإذن الله طبعا سبحانه وتعالى ويأمر الأرض فتخرج النبات والخضرة والفكة وتخرج الكنوز بتاعتها وتخرج كل خير موجود في الأرض رابع حاجة أنه بيستحين بالشياطين فيجيب واحد أعراب يقول له إيه رأيك لو أحييت لك أمك وأباك أتؤمن أني ربك فيقوله بلى فيتمثل شيطانا في صورة والد ووالدة هذا الأعرابي فيقول لني يا بني اتبعه فإنه ربك الحاجة الأخيرة أنه يقتل شاب يضربه يعني يشؤ نصهم بالمنشار ثم يمر بيني يعني بينه يعني يسقط الشقاء ويمر بينهم ثم يقول لهذا الشاب قم فيقوم فيقول ها تعالى مؤلني ربك فيقول لا والله بل أنت الدجال والله ما زددت فيك إلا ما زددت فيك إلا بصيرا وقلنا أن كل نبي بسبب أن فتنته فعلا فتنة كبيرة جدا قلنا أني ما فيش نبي إلا وحذر أمتهم من فتنة المسيح الدجال خب بالك بقى ثم تكلمنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية عفوا عن قصة ابن صياد وابن صياد ده زي ما قلنا هو دجال من الدجاجلة وكان النبي صلى صلى الله عليه وسلم كان بيشك أنه المسيح الدجال والصحابة بعض الصحابة زي سيدنا عمر بن الخطاب وبعض الصحابة إلى حد كبير أنه فعلا مش الدجال لكنه دجال من الدجاجلة ثم تكلمنا عن متى يظهر المسيح الدجال ده في الحلقة الماضية بقى في عجالة سريعة قلنا يا جماعة أن المسيح الدجال هيظهر مباشرة بعد فتح المسلمين للقسطنطينية بعد ما يفتحه القسطنطينية مباشرة على طول هيظهر المسيح الدجال وقلنا أن حال الناس قبل ظهور الدجال هيبقى فيه ثلاث سنوات شيدات جدا ربنا سبحانه وتعالى أنا بختصر الموضوع ربنا سبحانه وتعالى هيأمر السماء في السنة الأولى أن تحبس تلت المطر ويأمر الأرض أنها تحبس تلت النبات في السنة التانية يأمر السماء تحبس تلتين المطر ويأمر الأرض تحبس تلتين النبات وفي السنة التالتة يأمر السماء تحبس كل المطر ويأمر الأرض تحبس كل النبات تبقى حياة شديدة جدا جدا والعجيب في الموضوع وهذا ليس عجيبا على قدرة الله سبحانه وتعالى العجيب في الموضوع أن أكل الناس وشربهم وغزائهم وحياتهم كلها في الوقت دوت الذكر التحميد والتهليل والتكبير فمجرد من الواحد فيهم يجوع أو يعتش فيقول الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر فالنبع السلام يقول فيجري ذلك عليهم مجرى الطعام والشراب الله أكبر شوف تخيل بقى حضرتك يما تيجي في الزمن دوت في زمن المسيح أو قبل المسيح الدجال بثلاث سنين ويبقى أكلك وشربك أن أنت تحمد ربنا وتكبر وتهلل تقول لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله لما تقولهم بفضل الله سبحانه وتعالى كأنك أكلت وشاربت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تكلمنا عن من أين يخرج الدجال وقلنا أن الدجال هيخرج من منطقة معينة اسمها قراسان من مكان فيها اسمه يهودية أصبهان وقلنا أن أتباع الدجال أكثرهم من اليهود ومن العجم ومن الترك وأخلط بقى من الأعراب ومن النساء وقلنا كم يمكث الدجال في الأرض قلنا هيقعد كم سنة يا جماعة في الأرض قلنا أن الدجال سيمكث في الأرض أربعين يوم أول يوم أول يوم مركزوا معايا هيكون سنة أول يوم هيكون بسنة والتاني يوم هيكون بشهر والتالت يوم هيكون بأسبوع والسبعة وتلاتين يوم البقين هيبقوا سبعة وتلاتين يوم يعني تحديدا ثم تعالوا بقى نكمل قصة المسيح الدجال بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف الدجال هينزل وزي ما قلنا أو هيظهر وزي ما قلنا يا جماعة هيقعد في الدنيا أو يقعد على الأرض بعد خروجه يعني أربعين يوم قلنا يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وسائره أيامه كسائر أيامكم هذه لكن الدجال مع سرعة انتقاله يا جماعة هيروح كل بلاد العالم ويروح كل حتة في العالم لكن في أماكن معينة ما يقدرش يخشها الدجال لأن ربنا حرم عليه دخول الأماكن المقدسة ديت لأنها لها قدرة عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى فلا يمكن الدجال يخش الأماكن الطيبة المباركة هذه مثل مكة والمدينة فالمولى عز وجل حرم دخول الدجال لمكة والمدينة إيه اللي يحصل كيف يعني ينجو أهل المدينة وأهل مكة من دخول الدجال المولى عز وجل هيسخر ملائكة مخصوصين يعني خصيصا لمكة والمدينة لا يمكن ممنوع يخش الدجال أي بلد من البلدين لا مكة ولا المدينة الملائكة محوطة مكة ومحوطة المدينة وفي إيد كل ملك سيف يعني محم وضخم جدا جدا فلو قرب الدجال على طول بيروح ضربينه بالسيف فيبتعد فلا يستطيع الدجال أن يدخل هذه الأماكن المباركة إيه الدليل وإحنا قلنا جماعة لو ذكرت أي كلمة بلا دليل فضرب بكلام أرض الحائط لازم أي كلمة أذكرها لك لابد من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف كم حديث كده بيوضحون لجماعة أن الدجال لا يمكن ومستحيل أن يخش مكة أو المدينة ولذلك بودا يوضح لنا يا حبيبي إزاي اللي نبع السلام شوف من حبه لنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم بأبي هو وأمي ونفس وروحي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دللتكم عليه ده كلامه صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دللتكم عليه وما من شر إلا وقد حذرتكم منه فمن ضمن الدلال على الخير حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت بها ده كمان حاجة تانية كمان أن الإنسان لما عيش في المدينة ويموت في المدينة ينجو من فتنة الدجال ويعصم من فتنة الدجال بفضل الله صلى الله عليه وسلم ثم يفوز بشفاعة سيد رجال صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فيكون حوله دفناء البقيع يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم دفناء البقيع يكونون حول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الحديث الأولاني رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يا سلام يعني لا الطعون يدخل المدينة المنورة ولا الدجال يدخل المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى حديث الثاني برضو رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال إيه اللي يحصل يا رسول الله بيقول إيه لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يبقى 14 ملك عدوا معايا 14 ملك هيكونوا محوطين المدينة المنورة قولي يا 14 بس هو 14 هيكفه أخوه وحبيبي ده سيدنا جبريل عليه السلام رآه الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم رآه سادا ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض له ستمائة جناح سيدنا جبريل عليه السلام ما بين الأرض والسماء والمشرق والمغرب يعني سادي دي الكون ده كله ده سيدنا جبريل ده ملك واحد فالملايكة التانية لما يكونوا سبعة محوطين المدينة من وراء يعني يا دوفي يا كده المسألة متزبطة يعني الحديث التالت رؤى ترميذي بسنة دي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق ناحية المشرق حديث كلها بتوضح بعضها وهمته المدينة نفسه ومنية عمره يخش المدينة لكن دعينه يعني مش هيعتبها إن شاء الله يعني حتى إذا جاء دبر أحد يعني لما يجي من وراء جبل أحد خبالك طلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هو راح المدينة كده وخبالك تروح ضربة بالسيوف ما خليه وشه إيه ناحية تانية ناحية الشام تمام هناك ياهلك هناك ياهلك ده بقية الحديث إنه مع السلام يقول إيه الملائكة هتوجه المسيح الدجال بضربة كده إنه هو يروح فين ناحية الشام ليه؟ لأنه هناك في الشام سيدنا عيسى عليه السلام سينزل وسيقتل المسيح الدجال طيب في الحديث اللي رواه مسلم بقى بحديث فاطمة بن تقيس فاكرين الحديث ده الحديث اللي كان فيه قصة الجساسة فاكرين لما تميم الداري دخل على النبي على السلام وكان تميم الداري نصراني وأسلم ودخل وحكاله بقى قصة الملك المركب لما تلعبت بها الأمواج لحد ما وصلوا لجزيرة ولما وصلوا لجزيرة لقوا دابة كده شعرها كثيف جدا 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 بيقول لها يدرى يعني وشها من ظهرها ما حدش عارفش اي راحة ولا جاية يا خبالك فالمهم فالدابة بيقول لها من أنت قالت أنا الجساسة يعني وخبالك ثم يعني قالت لهم إن الرجل الذي بالدير ينتظركم يعني في أشد شوق يليكم من هو المسيح الدجال ودخلوا شافوا الدجال دراجه ضخم جدا جدا ومتوفق بالحديد وبالأغلال وخبال حضرتك وقعب بقى الحديث الطويل اللي دار ما بينهم كان من ضمن الكلام ده إن الدجال لما بيقول لتميم الداري وبيقول لبعض الناس اللي معاه قال لهم فأخرج هو اللي بيقول لهم بقى فأخرج فأسيره في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة بيقول ما فيش مدينة في الدنيا دي كلها ولا قرية إلا لازم هخشها في الكلام ده كله هاي لهم فأدع فأربعين ليلة وإحنا قلنا لربعين لهم إيه يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وبقى إلى أيام أيام زي أيامنا اللي احنا عارفينها طيب قال غير مكة وطيبة طيبة اللي هي المدينة بيقول هلف كل بلاد العالم إلا بلدين مكة والمدينة فهما محرمتان الكلام للدجال هو اللي بيقول فهما محرمتان علي كلتا هما اللي اتنين متحرمين علي كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها السيف بحم كده وبيلمع أول مجا خش يروح ضربني بالسيف وإن على كل نقب منها ملائكة يحرصونها يعني على كل فتحة كده أو مدخل مداخل مكة أو المدينة في ملائكة بيحرصوا مكة والمدينة من دخول الدجال والثابت أيضا نكاب بتاعة الأسبوع الماضي ثبت أيضا أن في أربع مساجد محرمة على الدجال إن هو يدخلهم مسجدين في مكة والمدينة والمسجدين التانيين خارج مكة والمدينة اللي أربع مساجد ودع مننا عليهم سابقة وقلنا إيه هي اللي أربع مساجد اللي حرم على الدجال دخول تلك المساجد الأربعة فالإجابة الصحيحة إن المساجد الأربعة هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الطور والمسجد الأقصى دي كانت الإجابة الصحيحة والدليل عليها في حديث صحيح في حديث رواء أحمد بإسنادين حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ فيها كل منهل كل حتى عايز روحا يروحا ولا يقرب أربعة مساجد مش ولا يدخل ولا يقرب ما يقربش أصلا ولا يقرب أربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى ولذلك احنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا هنعلن عن اسماء أو عن اسم فائزين فاذي المسابقة أول اتنينه عشان بس ما حدش يظن نحنا بالنقي حطينا يعني مش كل الإجابات حطينا أغلب الإجابات في الحلة اللي جنب دي ربنا برفيكو هنختار منها إن شاء الله اسمين كده ونقول نعلن الفائزين الفائز هياخد مجموعة من كتبي كاملة إن شاء الله مش كاملة يعني كتب أصلاها أكتر من 142 كتاب لكن أقصد المجموعة من الست الكتب اللي بتعلن ومعها آخر كتابين صدروا لهم كتاب قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم وقصص الرسول على فكرة غير قصص النبي يعني غير قصص القرآن لأن في قصص القرآن للأطفال ده بيحكي القصص اللي وردت في القرآن كلها أما قصص الرسول فبيحكي كل القصص الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم بنحكيه بنقول بعضيه العذر والعبرة من كل قصة فياخد فوق المجموعة عشان ما تنسوش كتاب قصص الرسول للأطفال وكتاب تفسير جزء عامة لأطفال بنذكر فيه الأسباب أو الطرق الذهبية لحفظ القرآن وبنذكر فيها أداب حملة القرآن ثم نذكر بعد ذلك تفسير كامل لجزء عامة للأطفال هنختار اسم الفائزين بسرعة كده على الهواء مباشرة وبنحاول نقلب الورقة عشان ما حدش يقول إن احنا بنختار من تحت خالص آه يعليش بقى الورقة هيقع سابحونا يعني فبنحاول آه 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 يعني هناخد فاصل بعد كي يلم نحدد هناخد أول اسمين آه مظبوط الإجابة الصحيحة آه مسابقة شيخ محمود المصري المسجد الحرام ومسجد المدينة المسجد النابو طبعا يعني والمسجد الأقصى ومسجد تور الأخ اسامة محمد أحمد أمين حلو إن الحمد لله تلع رجل عشان كل مرة بيطلع إخوات تلو بير فيهم فالإيه الرجالة زعلانين يعني اسامة محمد أحمد أمين آه أخويا اسامة إن شاء الله تتجه بكرة إن شاء الله لمكتبة الصفة خلف المسجد الأزهر إن شاء الله وتروح هناك إن شاء الله تاخد المجموعة كاملة وفوقها إيه وإحاكوا عليك وفوقها إن شاء الله كتاب قصص رسول الأطفال والتفسير جزء عامة للأطفال ناخد الاسم الثاني المساجد هي المسجد الحرام ومسجد النبا والمسجد الأقصى ومسجد تور تمام إجابة صحيحة الأخت رضوة محمد عبد الحميد الاسم مرة تانية الأخت رضوة محمد عبد الحميد الأخت رضوة تتجه بكرة برضو للمكتبة الصفة في خلف المسجد الجامعة الأزهر وإن شاء الله تاخد المجموعة كاملة إن شاء الله ومعها كتاب قصص رسول الأطفال وتفسير جزء عامة للأطفال وبين أتمنى لكم إن شاء الله الفوز في كل مسابقات إن شاء الله ربنا يباري فيك رب العالمين تعالوا نكمل موضوعنا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله وسلم هتقول لي طب فيه مشكلة هنا إيه هي المشكلة؟ وأنا عارف المشكلة اللي عايزت أولها طب مكة والمدينة الدجال مش هيقدر يخش إلى مكة ولا المدينة صح كده آه صح ورد في الحديث اللي احنا لسه ذكرين إلى الحديث دلوقتي حانا طيب ما هي مكة والمدينة ما فيهش ولا واحد منافق يعني خبالك بالكلام يعني ما فيش ولا واحد منافق أو واحد مش كويس موجود في مكة أو في المدينة يعني عشان نقول طب طب أكيد فيه ناس برضو مش كويسين آه طبعا أي مكان في الدنيا فيه الحلوة وفيه الوحش فيه المؤمن وفيه المنافق صح كده؟ طيب أمري الناس دي هيعمل معهم إيه الدجال ما هو منك الناس دي لازم يكونوا من أتباع الدجال أكيد منافق والكافر والفاسق والفاجر وها كل الناس دي أكيد في الغالب بيكونوا من أتباع الدجال طب الدجال يوصل لهم إزاي هل الدجال في الوقت ده هيكون معاه موبايل في التصري يعمل شوية اتصالات ويقول لهم يعني حبايب الحلوين أنا وقف مستنيكوا في المكان الفلان لا طبعا لكن ربنا هيسبب سبب عجيب جدا واليوم ده اسمه هيبقى اسمه يوم الخلاص يا سلام شوف إيه حفظ بقى الاسم ده هيبقى اسمه إيه يوم الخلاص أحنا هو حد يقول احنا طولنا في موضوع الدجال الموضوع خطير يا جماعة ده النبي بيقول ده أخطر وأكبر فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالموضوع خطير عشان كده أنا بقى عمال أفصل فيه مش بطول متعمد أبدا والله أنا بحاول بخاطر إمكان إن نفصل الموضوع عشان المسلمين يبقى الصورة واضحة جدا بالنسبة لهم ما فيش أي لابس في أي موضوع ويبقوا عارفين إزاي يستعدوا لهذه الفتنة وإزاي يعتصموا بالله وإزاي يعتصموا بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى يبقى أكيد في موجود في الوقت ده بتاع الدجال ده بتاع ظهور الدجال أكيد في ناس وحشة أكيد طبعا ناس كتيرة جدا جدا كويسة موجودة في مكة وفي المدينة لكن أكيد في وسطهم بعض المنافقين أكيد ده في أي مجتمع وفي أي مكان طيب دولة يخرجوا إزاي لما الدجال ما يقدرش يخش المدينة وهم ممكن ما يعرفوش إن الدجال برى المدينة ما أخذ بالك من حاجة ما هو برى المدينة وهم جوا المدينة هم يعرفوا من لين هو برى مش يعرفو طيب ولو حتى يعني الدجال حاول يوصل لهم مش يعرف يخشلهم طب إيه اللي يحصل ربنا يسبب حاجة معينة تحصل في مكة والمدينة فقط في الوقت ده علشان المنافقين دول كلهم يخرجوا للدجال ويتقابلوا معه ويتبعوا ومشوا وراه إيه الحاجة دي تخيل حضرتك إيه اللي ممكن يحصل هل ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يطلع بعض الناس على قلوب الناس المنافقين دولت فيروحوا قبضين عليهم ويروحوا تردلهم برى المدينة ممكن ممكن لكن مش يحصل هل ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملك فيكتب على جبين كل منافق موجود في مكة أو في المدينة إن ده منافق في الناس تعرفهم فيروحوا تردلهم من مكة أو من مدينة ممكن يحصل بس برضو مش يحصل وما إيه اللي يحصل اللي يحصل بكل بساطة بس بعد ما تصدق على حبيبك صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى هيأمر الأرض أرض المدينة وأرض مكة ان هي ترجف حاجة زي الزلزال كده تلت هزات تلت زلزلات تلت ايه رجفات كده يعني خبال حضرتك تلت هزات أرضية تحصل في مكة وفي المدينة العجيب في الموضوع ان لما تحصل التلت هزات ديت التلت هزات بأمر من الله سبحانه وتعالى لا تصل الى اي واحد مؤمن موجود لا في مكة ولا في المدينة ركز معي ام الفاضلة مش هتوصل اي هزة ميل هزات ديت لا اي حد مؤمن لا في مكة ولا في المدينة الارض نفسها عما لا تتزلزل من تحت اقدام المنافقين وبس فالمنافق الارض بتتهزم من تحته فبيجري فتروح الارض عما لا مهزوزة من تحته فيجري تفضل الارض تتتبع كل خطى المنافقين وتطردهم لحد ما توصلهم لباب المدينة فيخرج ويمشوا مع الدجال فترجع لهزات تسكت خالص وما بقاش فيه ولا هزة لا في مكة ولا في المدينة وبالوقت دوت يبقى كل اللي موجودين في مكة والمدينة مؤمنين خالصين مخلصين مختارين من قبل الله سبحانه وتعالى واللي خرجوا دولة هم المنافقين اللي هيمشوا وهيتبعوا الدجال ايه الدليل على الكلام اللي انت بتقوله ده معنش عشان برضو ايه المسائل تبقى واضحة مش عايزين اي كلام كده يعني تنام تسرح بموضوعاتهم اي القصة كده لا ده كل ده بقى حديث للنبي وتصالى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رؤى البخاري ومسلم يعني في اعلى درجات الصحة تمام كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا صيطأه الدجال الا مكة والمدينة خد بالك وليس نقب من انقابها الا عليه الملائكة حافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة يبقى الرجف دي كلها فين في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات يبقى الزلزلة دي موجودة فين في مدينة الحبيب المصطفى عشان كده النبي بيقول من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليموت بها تقدر تعيش في المدينة عيش في المدينة وموت في المدينة وربنا يا رب يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعصمك من فتنة الدجال ببقاءك في المدينة بفضل الله مكة والمدينة مكة والمدينة لكن خصوصا المدينة طبعا دي مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم والقلوب تهوا اليها فانت لو قعدت في مكة تعصم من الدجال ولو عدت في المدينة تاخد حاجتين بقى تعصم من الدجال وتحشر مع سيد الرجال يوم القيامة صلى الله عليه وسلم لان النبي قال اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة انا وحاولي دفناء البقيع خد بالك يبقى اذا اين فترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كافر ومنافق اللهم حديث تاني رواية تانية بقى عند ابن ماجة بسندين صحيح فيها توضيح اكتر شوية ان النبي بيقول ايه فترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات خد بالك فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة الا خرج اليه يعني الى الدجال فتنفي الخبيث عنها يا سلام يعني المدينة تنفي خبثها كل انسان مش كويس ربنا بيسبب له سبب عشان يخرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاقي مثلا واحد عايش مثلا في المدينة بقاله خمستاشر سنة لو هو انسان كويس هيعيش ويكمل بيت حياته ومش معنى كده ان كل واحد خرج من مدينة واحش يا جماعة لحسن حد ايه فهم غلط يولي ياه طب ده انا كنت شغال في المدينة بقى وخرجت من مدينة بقى انا انسان مش كويس لا وانا لو تكده سركونه كله في المدينة دي اعمل مشكلة لكن المقصود ايه المقصود انه فعلا قرب قيام الساعة لو انه كان عايش في زمن الدجال في زمن الدجال وخرج من المدينة بسبب تلك الرجفات فالمدينة تنفي تنفي خبثها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكيرو خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص اذا اليوم ده اسمه ايه يوم الخلاص عشان لما اجسألك اقولك ايه هو يوم الخلاص اقول لي يوم الخلاص هو اليوم اللي هيحصل فيه تلت رجفات في المدينة ركزوا معادي معلومات ممكن تكون جديدة لكتير من المسلمين هيبقى يوم الخلاص هو اليوم اللي هيحصل فيه تلت رجفات في المدينة منورة تتتبع الرجفات والزلازل دي تتتبع أقدام المنافقين تفضل تطردهم من المدينة حد ما يخرج يقابلوا حبيبهم بالحضن يوموا خارجين مع الدجال وعيشين مع بعض بقى كده إيه ومؤادين لاتهم ربنا يعني سهل لهم الحلم قيل فأين العرب يومئذ يا رسول الله قالهم يومئذ قليل يا سلام طيب الدجال بعد ما يقس ان هو يخش مكة والمدينة خدوا بلك هو مش يحاول محاولة واحدة بس ولا اتنين ولا تلاتة لا ده يعني نفسه طويل قوي قوي فوق ما تتصور ده يحاول مرة اتنين وتلاتة وعشرة والف ان يخش مكة او يخش المدينة وما عندوش يأس لكن في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيصلت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى الملائكة تضربه بالسيف وتوجهه وشه ناحية ايه ناحية الشام هو فيهم خلص بقى ايه المطلوب منك يا دجال المطلوب منه ان هو يروح بلاد الشام خد برح حضرتك اه لازم تروح المكان ده عشان هناك يعني بالهنة والشفاء هتتقتل يعني لازم يروح هناك عشان ايه سيدنا عيسى عليه السلام هينزل عشان يقتله فهيروح تجاه الشام اول ما يوصل بلاد الشام ربنا يقدر في اللحظة دي تركز معايا يبا احنا قلنا اول علامة من علامات الساعة الكبرى وركزه معايا يا حبيبي هي ظهور المسيح الدجال تقوم تاني علامة بعدها مباشرة نزول سيدنا عيسى عليه السلام اول ما يذكر ظهور الدجال لابد ان يذكر نزول عيسى لان سيدنا عيسى هو اللي هيقتله واضح كده طيب سيدنا عيسى عليه السلام نزوله هو العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى النهاردة هنتكلم عن نزول سيدنا عيسى بس باجاز شديد وهنتوسع في الموضوع شوية لما نذكر ظهور يأجوج ومأجوج لان سيدنا عيسى عليه السلام هيحضر علامتين من علامات الساعة الكبرى وهو اصلا علامة من علامات الساعة الكبرى يبقى دي ثلاث علامات في وقت واحد اللي هو المسيح الدجال فينزل سيدنا عيسى دي علامة تانية عشان يقتله وبعد كده يظهر يأجوج ومأجوج وسيدنا عيسى ايه بيحصل موضوع كده حكولكو بعدين لحد ما يطمن خلاص ان يأجوج ومأجوج تقتلوا كلهم تمام ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام فتعالوا بقى نشوف الموضوع نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيدنا عيسى عليه السلام نبي كريم رسول منقول العزم الخمسة يعني مش عايز اقول لك يعني ان احنا كمسلمين بنقدره نحبه نحترمه ونؤمن برسالتي مش معنى نؤمن برسالتي ان احنا منؤمنش برسالتي لا نؤمن بان كل الانبياء جاءوا بالاسلام ايه رسالة سيدنا عيسى الاسلام ايه رسالة سيدنا موسى الاسلام ايه رسالة سيدنا سليمان سيدنا داود كل الانبياء جاءوا بالاسلام واضح كده فكل الانبياء جاءوا سيدنا يوسف بيليه توفني مسلما والحقني بالصالحين مش عايزين بقى في آيات كتيرة بقى بتذكر فيها بقى ايه الانبياء كلهم ما كل واحد فيهم ايه يعني 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 سيدنا عقوب وسيدنا ابراهيم لم يقولوا لأولادهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الآيات كثيرة جدا جدا في الموضوع فاني شاهد في الموضوع ان سيدنا عيسى نبيه كريم ورسوله من قول العزم الخمسة عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام حديث روى مسلم حديث النواس ابن سمعان تعالوا نشوف حتى كده منه جميلة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الدجال ثم ذكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام فقال اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين يا سلام يا سلام على الجمال ويا سلام على التقدير وعلى المكان العظيم السيدنا عيسى عليه السلام ينزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين يا سلام اذا طقط رأسه قطر لما يطقط رأسه كده تنزل كده قطرات واذا رفعه اول ما ينزل رأسه كده وبقى يجي رفعه تاني تحضر منه جمان كاللقلق الله ودي علامة مميزة اول سيدنا عيسى اول رب رب جعلنا كده من الناس اللي ان شاء الله يكونوا مع سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى مش ينزل كنابي هينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة ينزل كرجل مجدد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من المجددين الذين يبعثوا منه على رأس كل مئة كل مئة سنة فأول ما تشوفه تعرف ان ده سيدنا عيسى ازاي أول ما يطقط رأسه كده ويجي رفعها تلاقي عرق حبات كده نزلة على جبينه زي اللقلق فتعرف ان هو ده سيدنا عيسى عليه السلام خب بالك النبي بيقول ايه فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات لو سيدنا عيسى وقف كده ونفسه وجده أو شمه كافر يموت ونفسه ينتهي عند طرفه عند منتهى طرفه يعني عن ايه وصل حد فين جايبه خمسة كيلو النفس بتاعه يبصل المسافة دي بنص الحديث اي كافر في السكة يروح فيه دي حاجة بقى ربنا عطاعت سيدنا عيسى عليه السلام فنبي بيه والحديث روه مسلم فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيقلب الدجال يعني يشوف الدجال فين وعايز ايه يتله فيدركه بباب لد باب يلودي دي مدينة فلسطين قرب المسجد الأقصى قرب بيت المخدس فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم إلى قوم قد عصمهم الله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منهم من المسيح يعني المسيح الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة مش هنتعجل بقى موضوع قتل المسيح الدجال النهاردة هي نهاية مسيح الدجال النهاردة ان شاء الله يعني هنخلص عليه يعني حتى الاخر المدرج ينبدردش معاه كده قبل الحلقة فبيقول له والله انا خاف الناس الغلابة اول ما تقول المسيح الدجال ما تقول له الله يرحمه كان ابن حرام يعني ايه فيعني طبعا بتقول له ان شاء الله مش هترحموا عليه يعني ده دجال من الدجاجيل ربنا عافينا طيب بعض الناس بيقولوا ايه عايزين برضو الأدلة برضو ما انت بتكلمنا بقى عن ظهور المسيح الدجال وانزول سيد نعيسى عليه السلام عشان يقتل المسيح الدجال طيب ايه الدليل بقى اللي يثبت لنا عشان برضو نتكلم ونتأكد بالكلام ده لان فيه ناس كتيرة جدا بتقول له سيد نعيسى اتقتل واتصلب ومش عارف ايه وبعدين انتو بتكرموا في ايه ده هو خلاص مات يعني يا خبالك فايه الدليل بقى على نزول سيد نعيسى عليه السلام في اخر الزمان خد عندك ادلة من القرآن خد ادلة من سنة سيد الانام بعد ما تصلى عليه البساطة كده وبسرعة علشان ممكن نفصل بعض الشيء عند ظهور يأجوب وبأجوب اول حاجة روى الامام احمد في مستاذه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في تفسير هذه الاية وانه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وفي قول المولى عز جل وإن من اهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته يعني قبل موت سيدنا عيسى عليه السلام ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة الآيات ديت بالدل يا جماعة على ان اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام واما قتلوه واما صلبوه لكن شبه لهم بل رفعه الله إليه سيدنا عيسى عليه السلام لما دخل اليهود عشان يقتلوه طلب من شاب انه يكون مكانه يلقى عليه الشبه بتاعه ويكون رفيقه في الجنة فقام شاب مرة واثنين وثلاثة سنة عيسى يكون له يعني اجلس وكده حد من فيقى خالص قال انت وألقي الشبه على هذا الرجل ودخل اليهود فقتلوا الشبه ولم يقتل عيسى عليه السلام في هذا الوقت في فتحة كوة كده ما كانت موجودة في الدار خرج منها سيدنا عيسى ورفع إلى السماء في هذا الوقت بفضل الله ثم دخل اليهود فقتلوا الرجل الذي ألقي عليه الشبه فظنوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام ولكن عيسى عليه السلام ما زال حيا حتى هذه اللحظة وسينزلوا في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام يباوين من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به بسيدنا عيسى عليه السلام قبل موته قبل ما يموت خبالك ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا زي قول المولى عز جل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي لقد أنت كده يعملت لنا مشكلة كبيرة كده ده هم بيستدلوا بالآية ديت على إن سيدنا عيسى مات خلاص صح كده مالآية بتقول كده جماعة صح بس ليه حل طب ما تخافش وإذ قال الله أو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يبقى هم بيقولوا إن سيدنا عيسى مات لا الوفاء أخي وحبيبي لما تذكر لها معناين تذكر بمعنى الوفاء يعني الموت وتذكر بمعنى النوم النوم بيسموه الموتة الصغرى والموت بيسموه الموتة الكبرى واضح كده نعيدها تاني النوم بيسموه إيه الموتة أو الموتة الصغرى الموتة الصغيرة والموت بقى بيسموه ايه الموتة الكبرى فلما نكون نايمين احنا ميتين بس موتة صغرى ايه الدليل على كده خد آية وخد حديث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ايه الآية قال جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار جميل يتوفاكم بالليل يعني ايه ينايمكم يبقى النوم وفاء النوم ايه وفاء ولكن وفاء صغرى يبقى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار حديث البخاري كان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه كان يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وإليه النشور يبقى احنا كنا ايه كنا ميتين فالحمد لله ان ربنا احيانا مرة تانية بعد الموتة الصغرى اللي كنا ميتنا واضح يا جماعة ادي اول معنى الحاجة التانية اللي العلماء قالوا لا دا الاية فيها تقديم وتأخير وجعرفها بقى الناس اللي درسين بقى علوم الكرآن الاية فيها تقديم وتأخير يعني فيه لفظ متقدم على لفظ يعني ايه يعني اذ قال الله اذ قال الله يا عيسى اني متوفيق ورافعك الي يعني الاصل اذ قال الله يا عيسى اني رافعك الي ومتوفيق والعلماء بيقولوا الواه لا تقتد الترتيب يعني ايه نوضح بس عشان أمهاتنا الأفاضل اللي قاعدين قدامنا يفهمونا لو احنا يا أمي قاعدين دلقتي فبنقول ايه دخل محمد ومحمود من الباب عرفت حضرتك مين اللي دخل اول قوليلي محمد لا محمود ولا اقولك يمكن حاج برايم يعني واضبارك معرفتش من اللي دخل لان ايه انا ما قولك دخل محمد ومحمود انا ما قولتش من الاول انما لما قولك دخل محمد ثم محمود يبقى ثم تفيد التعقيب يعني محمد دخل الاول ثم بعدها محمود واضح فهنا واو مش ثم اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك و ورافعك الي يبقى تمشي اذ قال الله يا عيسى اني رافعك الي ومتوفيك دي بيسموها تقديم متخير طب ايه الدليل على كده الدليل على كده في سورة يوسف قول المولى عز جل عن سيدنا يوسف لما في موضوع فتنة المرأة العزيز قال ولقد همت به وهم بها لو لا الرأى برهان ربي يعني ايه 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 تقديم التأخير هنا ان الاية ولقد همت به ولولا الرأى برهان ربي لهم بها يبقى هو اصلا لم يهم بها عليه السلام لان الانبياء جماعة معصومين تماما من الكبائر ده باتفاق اهل القلم ومما اختلفوا بس في ايه في حتة هل الانبياء معصومين من الصغائر ولا فريقان اختلفوا بعضهم قال ايه معصومين من الصغائر وبعضهم قال لا مش معصومين من الصغائر لكنهم اذا وقعوا في صغيرة سرعان ما يتوبون واعملهم تكفر بقى لاذي الاشياء لكن يقينا اجمع من اهل العلم مقاطبة ان كل الانبياء معصومين من الوقوع في الكبائر والزنا من اكبر كبائر واضح يا جماعة يبقى اذا اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه فيها تفسيرين التفسير الاولاني اللي هو ايه اللي هو المتوفيك يعني هنيمك اخليك تنام وتترفع اليه ليه حتى لا يشعر حتى لا يشعر هو بيرفع عبر السموات دي كلها لا يشعر باي ايه باي شيء فيكون نايم يبقى يلقى عليه النوم ثم يرفع والمعنى التاني ان انا رافعك اليه وفي اخر الزمان تنزل وتموت كسائر البشر عليه الصلاة والسلام دي الادلة من الكرآن تعالوا نشوف الادلة من السنة حديث الاولى انه روى مسلم عافا روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده بيقول ايه والله العظيم حبيبنا اللي مش محتاج انه يحلف لانه هو الصادق والامين صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيده لا يوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا الله فيعمل ايبقى فيكسر الصليب يقول بالك هيعمل حاجات معينة لأسباب معينة هل قال لك دلوقتي فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيد المال حتى لا يقبله احد قل بالك حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها يقول ابو هريرة له الحديث وقرأوا ان شئتم قول الله عز وجل وإن من اهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله حديث الثاني لو مسلم ان النبي لا لا سعيز اضحك الحكمة في الحتة الأولية دي هو سيد نعيسى لما ينزل هيكسر الصليب ليه لان يهود زعموا ان هما خدوه اتلوه وصلبوه فالصليب اللي الناس بتظن ان سيد نعيسى صلب عليه سيد نعيسى عشان يكذب هذا الخبر في اول حاجة يعمله يكسر الصليب ويقتل الخنزير لان الخنزير محرم محرم اكله في كل الاديان فلما يأكله بعض من يظن اللهم من اتباع سيد نعيسى عليه السلام يبا هذا قطح في هذه الشريعة وسيد نعيسى جاء بالاسلام والاسلام يحرم اكل الخنزير فيقتل الخنزير عشان يوضح ان اكل لحم الخنزير حرام يبا يكسر الصريب عشان يزيلش اللبس والشبهة انه اتصلب او اتقتل هو ما اتصلبش ولم يقتل عليه السلام ويقتل الخنزير ويضع الحرب وفي رواية ويرفع الجزية ما فيش جزية لا يقبل الجزية لان انت عارفين يا جماعا ان المراحل التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاسلام او عرض الاسلام او قبل الحرب او قبل ذلك ان انت لما تخش على ام كافرة اول حاجة بتعرض عليهم الاسلام فان رفضوا الاسلام فالجزية فان رفضوا الجزية فالحرب ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم بس في الوقت دوات مش هينفع ان سيدنا عيسى ياخد جزية لان خلاص الايامة قربت تقوم فما فيش وقت تاخد جزية فيا اما الاسلام يا اما القتل فيا عرض سيدنا عيسى على كل اهل الكتاب اللي هيكونوا موجودين في الوقت دوات هيعرض عليهم يا اسلام يا قتل فاللي هيسلم فبيها ونعمة عين واللي مش هيسلم هيقتل عشان كده ربنا ليه وام من اهل الكتاب الا ليؤمنان به قبل موته اللي هيش في زمن سيدنا عيسى لابد ان يؤمن به واللي مش هيؤمن هيقتل مش هينفع يدفع جزية واضح طيب اخر حديث قبل الفاصل روا مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم اللي هو المهدي صلي لنا انت صلي بينا فيقول لا ان بعضكم على بعض الامراء تكرمت الله لهذه الامة طب يا ترى ايه الحكمة بقى فينزل سيدنا عيسى بالذات عشان يقتل الدجال ما كان ينزل سيدنا سليمان او سيدنا داود او سيدنا موسى او سيدنا ابراهيم ايه الحكمة في خمس حاجات هي السبب فينزل سيدنا عيسى عليه السلام بالذات على وجه التحديد ولكن نعرفها بعد فاصل قصير صلى على حبيبك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل اخوه يا وحبيبي اخت الفاضلة تعالوا تشوف خمس حاجات هي للحكمة من نزول سيدنا عيسى ابن مارهم عليه السلام لان برضو ممكن واحد يسأل يقول الله هو المسيح الدجال لما هيقتل طب ليه ما ينزلش مثلا سيدنا سليمان او سيدنا داود او سيدنا ابراهيم او سيدنا موسى سيدنا موسى واشا الله كان نقوي جدا جدا يعني انت عارفين قصة رفع الحجر الذي لا يحمله إلا عشر من الرجال سبحان الله يعني لا يعلم حكمته إلا هو سبحانه وتعالى إلا ما أطلعه لبعض البشر فبعض العلماء تلمسوا تلمسوا الحكمة في نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء قالوا اين قالوا خمس حاجات قالوا أول حاجة جماعة قالوا سيدنا عيسى هينزل علشان يكون نزوله خدوا بالك وركزوا معاه في الحتة دي موضوع مهم جدا وجميل وأنا وأنا عم بحضر في موضوع رحلة دا الأخيرة بقول عايزين نتعايش مع كل تفاصيلها الموضوع مش موضوع معلش إن أنا بقول يعني أقول لك الكسة الدجال في حلقة وعايزين نخلص عشان نلم الموضوع في عشرين تلاتين حلقة وبعد كده يعني نقول خلاص الموضوع محتاج إن احنا نعيش معاه ونقعد نتذكر إن في علامات ساعة صغر علامات ساعة كبرى وفي آخر وفي إيام وفي بعث وفي حساب وفي جنة وفي نار علشان نحيي في قلوبنا إن في رحلة للضر الأخيرة إن إنت تحس فعلا إن إنت يعني مسافر مسافر إنت في سفر أخذ بالك أجمل ما في الدنيا يا حبابي إن الدنيا مش وقفة إن الدنيا ماشى جمال الدنيا إنها ماشى ينفع الإنسان السعيد وينفع الإنسان المبتلى مرة سألت واحد مريض مرض شديد جدا جدا بيعذب عذاب والله يا جماعة يعني فعلا حاجة صعبة جدا فلقيته وماشى الله في قمة الرضا راضي جدا جدا ومبسوط وفرحان فبقوله سؤال صغير معلش وأرجو ما تفهمنيش غلط هو إيه سر الرضا اللي أنت فيه ده قال لي سر الرضا اللي أنا فيه ده إن الدنيا ماشية مش وقفة لو وقفت أنا ممكن أموت من الكمد ومن الحزن إنما طول ما هماشية يعني خلاص أنا كل يوم بقرب من لقاء ربنا فلما أرب من لقاء ربنا وألقى ربنا وهو راضي عني وأنا راضي عن قضاءه سبحانه وتعالى يعني الحفظ لا بقى فسط أما لو كانت وقفة دي تبقى مشكلة وكذلك الإنسان السعيد المبسوط اللي بقى نقصور وعايش وفرحان ومبسوط بابا الدنيا لما تمش برضو حلوة بالنسبة له يعرف ليه لو كان إنسان شاكر وبيحمد ربنا وبيخرج حق ربنا وبيكرم اليتامة والأرامل وبيعمل خير كبير وبيعبد ربنا فكل ما الدنيا يتعدي فقدامه جنة والجنة لو أن يعني يقول إيه النبي عسلم بيقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه الحديث ربه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الدنيا في الآخرة يعني في الجنة ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ياللي بنيت عشر أصور ومعاك أجمل نساء العالم في الحلال ومعاك أولاد قد كده ومعاك أموال ومعاك ومعاك كل اللي انت فيه ده كله بالدنيا دي كلها بكل ما يملكه البشر لا تقدر بالنسبة للآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم واصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع الجنة فيها ما لعن رأت ولا أذن سمعت لا خطر على قلب بشر يا رب رزقنا وإياكم الفردوس الأعلى اللهم أمين يبقى أن تزود سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء لسبب لأن فيه مشكلة كتحصلة الناس دولة اليهود دولة زعموا كذبا وزورا وعدوانا وبهتانا قالوا أن احنا أتنا عيسى عليه السلام وصدقهم في ذلك النصارى طبالك لكن سيدنا عيسى لما ينزل نزولوا في حد ذاته رد على اليهود عارف زي إيه زي لما تقول إيه فلاني تقتل أقولك لا ما تقتلش تقول لي عم تقتل أقولك صدقني ما تقتلش فتقول لي طب إيه إيه الدليل على كده أقولك خلص يعني انتظر يمكن ربنا يكرمنا بحاجة تكون دليل فجأة لأنه جاي قدامنا أقولك بس أدي أكبر دليل يعمل إنه ما تقتلش فهي دي المسألة هم عم يبقوا تقتلوا إنهما قتلوا سيدنا عيسى عليه السلام وصلبوه ووافقهم على ذلك النصارى أقول بالك فيجي بقى تكذيب كل الكلام ده بأن سيد عيسى ينزل حيا يرزق ما زال حيا رفع حيا وينزل حيا رفع بجسديه وروحه وينزل بجسديه وروحه فينزل فيكون نزوله أكبر تكذيب لليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام والحقيقة الرأي الأولاني ده هو اللي رجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة وسعى الرأي الثاني لما قالوا خمس أشياء أو خمس حاجات من الحكمة في نزول سيدنا عيسى عليه السلام قلنا أول حاجة الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا أول من ينزل يعرفوا لو فعلا ما قتلوش الحاجة التانية قالوا أن سيدنا عيسى عليه السلام لما قرأ الإنجيل وجد في الإنجيل فضل أمة الحبيب محمد ما تصلى عليه عشان تعرف بس فضل الأمة الحبيبة الجميلة العظيمة دي ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي ما تصلى على أحمد صلى الله عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام قرأ في الإنجيل أن أمة نبي محمد دي أفضل أمة في الكون ده كله كلام ده منين جبتك كلام ده منين جبتك كلام ده من الكرآن والله هقرأ لك حالا فلما وجد فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون نبيا لهذه الأمة لا ما ينفعش تمنى سيدنا عيسى أن يكون واحدا من أبناء هذه الأمة شو بقى فضل أمة النبي محمد يفكر في الإنجيل إزاي قال جل وعلا في سورة الفتح قال جل وعلا ومثلهم يعني ومثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يبقى إذن لما سيدنا عيسى لما قرأ الوصف الجميل دوت لأمة النبي محمد وعلى أوجه الخصوص طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمنى سيدنا عيسى عليه السلام أن يكون واحدا من أبناء هذه الأمة الإمام مالك بيقول إيه؟ بيقول بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلاد الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين اللي هم كانوا مع سيدنا عيسى عليه السلام اللي معروف يا جماعة معروف أن فعلا أفضل أصحاب وجدوا مع نبي من الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزيك الإمام الذهبي كان ليه حاجة غريبة جدا كان ليه ترجمة عجيبة قوي انت عارف حضرتك إن الإمام الذهبي يعني من أعلام المترجمين يعني ليه كتاب سير أعلام النبلاء كتاب عظيم جدا وليه كتاب تاني مش مشهور بين المسلمين يعني مشهور بين طلبة العلم اللي هو اسمه تجريد أسماء الصحابة تخيل حاجة عجيبة جدا وإن كان خالفه بعض أهل الإلم ووافقه بعض أهل الإلم وأنا في هذه المسألة متوقف يعني لا أخالف ولا أوافق يعني أنا سألها الحياد يعني سيدنا إن الإمام الذهبي رحمه الله رحمه الله وساعة لما جه يترجم لسيدنا عيسى عليه السلام يذكر له ترجمة كده فقال إيه قال عيسى بن مريم عليه السلام خب بقى أركز معايا الحتة المهمة دي قال عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي إيه ده قال لك إنه هو الوحيد على وجه الكرة الأرضية من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هو الوحيد اللي جمع بين الصحبة والنبوة ما هو يبقى نبي يا يبقى صحابي يا يبقى واحد من المسلمين قال لك لا ده الوحيد اللي كان صحابي وكان نبي طب كان نبي دي معروفة إنه ما كان صحابي إزاي قال لك لأنه رفع حيا رفع حيا وفي ليلة الإسراء والمعراج تقابل مع النبي وصلى خلف النبي وسلم على النبي في السماء فلقيه حيا كبالك وينزل في آخر الزمان كمجدد من المجددين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويموت على الإيمان لأنه رسول واضح ومن شروط الصحبة يا جماعة إن الإنسان يقابل النبي ولو دقيقة وحدة ويؤمن برسالته ويموت على الإيمان يبقى صحابي يعني لو واحد رح يسلم على النبي قال له السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إن الله وأنك رسول الله ومات في اللحظة دي يكتب صحابي واضح يا جماعة لذلك في بعض الناس كانوا عايشين في عهد النبي وما قابلوش النبي زي مين زي النجاشي وزي قويس القرني وزي ناس كتيرة جدا وصلى بن أشيم وناس كتيرة جدا كانوا بيسموه تابعي مخضرم يعني ايه تابعي مخضرم يعني كان عايش يا جماعة في زمن النبي لكن ما شافش النبي وكان مؤمن لو شاف النبي لحظة واحدة كان بقى صحابي لكنه ما رحش شاف النبي مش بمزاجه غصبا عنه يعني قويس القرنية بسبب بره لأمه كان قاعد يخدمها ربنا يرضى عنه ويكرمه كان قاعد يخدم أمه وبيسعيد دواوة فلما ماتت أمه قال بس أروح أشوف النبي رح يشوفه بمجرد ما وصل المدينة قالوا له النبي مات صلى الله عليه وسلم فلو كان لحق النبي لدقيقة واحدة كان ايه كان بقى صحابي فسيدنا عيسى كان حي وما زال حيا قابل النبي في رحلة الإسراء والمعراج فإمام الزهبي يقول مدام قبله ويموت على الإيمان يبقى صحابي وهو أصلا كان نبي وما زال طبعا فمزاي وهو أصلا نبي يبقى نبي وصحابي طبعا ده كلام الإمام الذهبي وأنا لا أعلق على ما أسأله ده إمام عالم يعني ترجم الإمام الذهبي ليلة الإسراء وسلم عليه فهو آخر الصحابة موتا يبقى لما أسألك آخر الصحابي هيموت مين قولي سيدنا عيسى عليه السلام آخر الصحابي وخبال حضرتك طيب يبقى دي السباب التاني أو الحكمة التانية من جلس سيدنا عيسى أن أول حكمة أنه نزل تكذيبا لهؤلاء اليهود الملعين الذين زعموا أنه قتل أو صلب حاجة التانية أن سيدنا عيسى قرأ في الإنجيل فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون واحدة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السبب التالت أو الحكمة التالتة أن نزل سيدنا عيسى في آخر الزمان ليه سبب برضو يا جماعة خلاص أجل وقرب خدت بالك سيدنا عيسى لما رفع كان سنه كاما حبابي كان سنه 33 سنة ولما هينزل خد بالك هو رفع 33 سنة وهيفضل السن ده كده متعلق لحد دهما ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى هيقعد كم سنة في الأرض سبع سنين حد ما يكمل كم سنة يكمل 40 سنة ثم يموت يعني فاضل سبع سنين على موت سيدنا عيسى عليه السلام وبالك لما ينزل فينزل سيدنا عيسى من السماء لدنوه أجل طب ليه طب ما يموت في السماء قالك لا ربنا مقدر إنه هو يموت في الأرض ولأن فيه حكمة عظيمة جدا من نزوله إنه لازم ينزل عشان يقتل الدجال وعشان يعني بفضل الله يدل المسلمين على إنهم يعتصموا أو يذهبوا إلى جبل الطور ليحتموا من يأجوج ومأجوج وإلى غير ذلك ثم يعني فيه حاجات تانية لازم هتحصل في عدد سيدنا عيسى نقولها دلوقتي ثم بعد ذلك يقدر المولى عز وجل إن سيدنا عيسى يموت فيموت عليه السلام رابع حاجة أنا قلنا فيه خمس حكم رابع حكمة أنه ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ينزل مكذبا للنصارى في زعمهم أنه هو الله أو أنه هو ابن الله بعض النصارى بيقولون المسيح هو الله وبعض النصارى بيقولون هو ابن الله فينزل سيدنا عيسى مكذبا للنصارى في زعمهم بأنه هو الله أو هو ابن الله فيهلك الله الملل كلها في عهده أو في زمنه إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يبقى فعاد سيدنا عيسى في السبع سنين الجمال اللي هينزلهم سيدنا عيسى عليه السلام في الأرض ويعيشهم في الأرض هيعرض على الناس إما الإسلام وإما السيف يتسلم يتقتل ما فيش وقت للجزية ما فيش وقت بقى لكلام ده لا خلاص يا الإسلام يا القتل فيهلك الله كل الملل فلا يبقى على وجه الأرض إلا المسلم فقط إلا الإسلام فقط لن يبقى إلا هذه الديانة العظيمة خامس حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى خص سيدنا عيسى بكل هذه الأشياء اللي ذكرناها ليه إيه اللي هو ينزل ويكذب اليهود في زعميم أنهم قتلوه وينزل علشان هو عارف فضل أمة نامي محمد فتمنى أن يكون واحدا منهم وينزل عشان أجل اقترب وينزل مكذبا لنا صلى الله عليه كل ده قالك لمكانته القريبة جدا جدا من النبي ولأنه ولأن رسول الله أخص الناس به وأقربهم إليه ليه قالوا لأن عيسى عليه السلام هو الذي بشر بظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث روال بخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي شوفوا ليه أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام ليه لأن سيدنا عيسى كما قلت لك هو الذي بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي من بعدي ودعا الناس جميعا في زمنه إلى الإيمان بالنبي إن أدركت من النبي فلابد أن تؤمنوا به خذ بالك كل نبي كل نبي كلفه الله عز وجل بأنه إذا ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصره بأن يؤمن به وأن يتبعه وإن ظهر بعده فعلى هذا النبي أن يوصي أتباعه أنهم إذا رأوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا به ووضح المعنى الجميل ده قال جل وعلا عن سيدنا عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى قال إيه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فسيدنا عيسى هو الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث للراء أحمد بسند جيد قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قلنا حاجة عن نفسك كلمنا عن نفسك فقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرا أخي إبراهيم بقية الحديث ورأت أمي نورا يخرج منها حين ولدتني أضاء منه قصور الشام قبالة قصور الشام نورت لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النور هو النور صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني قدي يا جماعة فعلا محتاجين نعرف قدر النبي ونتبع النبي ونعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش على هدي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حلقة النور ده كان بعنوان نهاية الدجال تعالوا نشوف بقى نهاية الدجال كانت عاملة إزاي ونختم بقى حلقة الإلهة دي إن شاء الله ثم نذكر بقى في الحلقة القادمة نهاية بقى آخر قصة يعني سيدنا عيسى بماذا يحكم وهل سيدنا عيسى هيحج إلى بيت الله الحرام وهل وضع الجزية هيكون نسخة لحكم الجزية وانتشار الأمن والبركات في عهد سيدنا عيسى وكم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض هنذكر رؤيات كلها ولماذا لم يذكر اسم الدجال في القرآن وهنذكر بقى كيف ننجو من فتنة الدجال جميل أولا تعالوا جماعة بسرعة كده نشوف وإيه رأيكم نشوف كيف كان هلاك الدجال في حجالة سريعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هلاك الدجال وإن سيدنا عيسى هينزل كعلامة من العالمات السع الكبرى عند المنارة الشرقية بضمشق فيلتف حوله عباد الله المؤمنون خبالة فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال الدجال عند نزود سيدنا عيسى هيكون متوجه لبيت المقدس زي ما قلتلكم وورايا حايز يخش مكة والمدينة الملايكة بقى تضربه بالسيوف وتوجهه وش واحد ايه نحي بلد شام فيروح متجه لبلاد شام في نفس الوقت اللي نازل فيه سيدنا عيسى عليه السلام فأول ما يقابله هيقابله فين في حتة اسمها باب لود لود دي زي ما قلتلكم مدينة أو قرية زغيرة في فلسطين قريبة من بيت المقدس أهل فلسطين عارفنا فإذا رأاه الدجال ركز معايا بقى وركز معايا دي نهاية الدجال أول ما الدجال يشوف سيدنا عيسى خب بالك يذوب كما يذوب الملح يذوب كده عارف حضرتك عارف الجيلاتي خب بالك لما يسيح هو كده هيسيح يعني سيدنا عيسى لو سابه كده هيموت لوحده لو سابه هيموت لوحده لكنه عايز يقتله لأنه عايز يقتله فيقول ليه فيقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني أنا لسه لك عندي ضربة مش هعتأك يعني كده بالفلد كده فتداركه عيسى عليه السلام يفضل سيدنا عيسى يعني ورد الدجاليات تتبعه من مكان لمكان طب هي تتبعه ازاي احنا مش قلنا قبل كده إن الدجال بيسير في الأرض بسرعة أسرع من الريح ينتقل من بلد لبلد ومن هنا هنا وبسرعة شديدة جدا آه ذكرنا الكلام ده هل ربنا سبحانه وتعالى سيعطي عيسى عليه السلام نفس السرعة دي عشان يدرك الدجال ربما لم يذكر هذا لكن ربما ده واضح إن الدجال سريع جدا جدا فشيء طبيعي مادام سيدنا عيسى هيدرك الدجال يبقى أكيد هيكون في سرعته واضح المعنى وإن كان ده لم يذكر لا في قرآن ولا في سنة بس يتفين بالعقل واحد بيقول لك العربية دي ماشى على سرعة 150 كيلو فهي ماشى واحد شافها فجري رحمة شعبة فيها طب جري ازاي ولا عربية سرعته 150 كيلو هو كمان سرعته 150 كيلو واضح المعنى فإيه أو مثلا ممكن يكون سيدنا عيسى برضو كلها وردة ممكن يكون سيدنا عيسى اختبأ له في مكان والدجال سريع جدا وهو معد يروح سيدنا عيسى مش مهم الكيفية المهم من سيدنا عيسى سيدرك الدجال فيقتلهم وينهزم كل أتباع الدجال في ناس وراء الدجال كتير جدا يهود وعجم وأتراك ونساء وأعراب خمس أتباع للدجال ده هتباعه بس من يهود أصبهان 70 ألف واحد عليهم اتجان الطيرسة ليه اتجان يبقى إذن إيه 70 ألف واحد بسم اليهود أول ما يشوفوا الدجال اتقتل فكلهم هيفروا مين هيجروا وراءهم بقى المؤمنون فيقترونهم طب هيجروا واستخبوا خصوصا اليهود بالذات اليهود بالذات هيختبئوا وراء الشجر ووراء الحجر آه ده انت فكرتنا بقى بالحديث أيوة بفكركم بالحديث فكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيقتبئوا اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودية تعالى فيقتلهم هي دي الموقع هو ده الوقت بتاعها واضحت كده عشان نجمع لك بين الرواد عشان تبقى مستحضر للموضوع كله من الألف لليه بعضهم بيقول امتى يا حسر الكلام ده فقال سيدنا عيسى سيدنا عيسى يوم قاتل الدجال ولما قاتل الدجال أتباع الدجال من اليهود ومن الترك ومن العجم كله يجري اليهود بالذات شغلتهم استخبى هم طول عمرهم بالعاوزة جباية فيستخبوا فين وراء الشجر ووراء الحجر إكراما سيدنا عيسى عليه السلام وإكراما لمن معه من المؤمنين ربنا سينطق الشجر والحجر الشجر اللي انت شايفه شجر جماد نبات والحجر اللي هو جماد لا ينطق لا يتكلم هينطق وهيتكلم بقدرة من الله ألت واحده لا إله إلا الله فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله من اللي قال الكلام ده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نشوف الكلام ده إن شاء الله لو عشنا للزمن ده فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله إلا شجر نوع واحد بس إلا شجر الغرقض فإنه من شجر اليهود حديث جابر بن عبد الله حديث رواء أحمد بسنات حسن بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ثويل ثم قال ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي ويقول أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب القبيف اللي هو المسيح الدجال هو إليه يمنعكم أن تخرجوا عشان تقتلوا المسيح الدجال فيقولون هذا رجل جني ده رجل ده بيجري بسرعة الريح وبعدين بيأمر السماء بتنطل والأرض بتخرج الزرع والخضرة وبيأمر الأرض الخاربة فتخرج الكنوز ده رجل جني ده مش طبيع يعني فينطلقون مع سيدنا عيسى فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام فتقام الصلاة فيقال له يقال لسيدنا عيسى تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم من هو المهدي عليه السلام فليصلي بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه تخرجوا عشان يقتلوا مين المسيح الدجال فحين يرى الكذاب يذوب كما يذوب الملح في الماء زي ما قلت لحضرك أول ما نشوف سيدنا عيسى بن مريم فيذوب فيمشي إليه سيدنا عيسى فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهدي فلا يترك ممن كان يتبعوه أحدا إلا قتله يبقى تقتل الدجال وتقتل أتباع الدجال ولم يبقى أحد منهم وانتهت فتنة المسيح الدجال في اللحظة دي حبيبي لما تقتل الدجال وتقتل أتباع الدجال هيعيش سيدنا عيسى ويعيش معاه سيدنا المهدي ويعيش المؤمنون أجمل سبع سنين في الكون ده كله إيه اللي يحصل منها فيها آه سيد الشام معنا الفايز طيب ما هانت فضل السلام عليكم وعليكم سيد السامة محمد أحمد أمين الفايز الأولاني ربنا أحفظك ألف مبروك يا سيد السامة الله يخلمك يا شيخنا أنا بحبك جدا في الله والله أحبك اللي إذا حبتني فيه ربنا أبن فيك يا رب ألف مبروك عليك وربنا ينجينا وعيك من فتنة الدجال إن شاء الله اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب ليه رجائي يا شيخ محمود الله يكلمك سيد السامة طبع حيك سمعت الحلقة من الأول إن شاء الله بكرة تروح مكتبة الصفة هيدوك مجموعة كتب كاملة وهيدوك معهم كتاب قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم يعني تدي بقى لإخواتك صغرين أو لأي حد رح أقول أولادك زيجن عندك وهي كتاب تفسير جوز عام اللهم لطفال ألف ألف مبروك يا سيد السامة وربنا يبير فيك ونتمنى تفوز معنا كتير إن شاء الله وكل سنة ربنا يكلمك يا شيخ محمود الله يخليك يا سيد السامة لو سمعت يا شيخ محمود ممكن بس تدعي الوالدي المتوفي الله يكلمك علوان مين تدعي الوالدي توفى حاضر أنا يدي لي اسمه طيب حاضر محمد أحمد الحاج محمد أحمد حاضر حاج محمد أحمد ربي يا ربي يا رحمة أحمد حاضر أنا يحاضر ربي يا رحمة أحمد جزاكم الله خاني للناس السلامة ربنا يبير فيك يا رب العالمين يبقى إذن سيدنا عيسى عليه السلام هيش هو المؤنون أجمل سبع سنين في الكون دا كله إيه اللي يحصل فيها وإيه هي يعني التفاصيل اللي هتحصل في فترة السبع سنين دي وفي الآخر كيف ننجو من فتنة الدجال ده هيكون عمان حلقتنا القادمة إن شاء الله هنشوف بها برضو فيها مفاجآت جميلة جدا زي ما قلنا لكم في الحلقة دي فيه مفاجآت جميلة جدا هتكون برضو فيه مفاجآت جميلة وخطيرة جدا فضلين الحقيقة دي اتم بالزبط ندعو فيهم عشان الوقت معكم بيجروا بسرعة ربنا يبار فيك يا رب العالمين ويحفظكم إني داعي فأمن من قلبك اللهم يا رحمة ويا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الرحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حصنا الخاتمة ارزقنا جميعا حصنا الخاتمة نجينا من فتنة الدجال واعصمنا من فتنة الدجال ارزقنا ميتة طيبة مباركة في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب ورزقنا الليلة توبة بنصوحا ترضيك عنا أعطك رقابنا الليلة من النار اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور أغف إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفات فحملهم عرات فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر